الفقرة دي مهمة جدا الحقيقة محتاجة تركيز لان هي على طريقة البرنامج بتاعنا وسياسته التحريرية البازل احنا في الفقرة دي معانا بازل هنحاول نركبه جنب بعضه نركب المكعبات او الاجزاء بتاعته جنب بعضها عشان نرسم الصورة الكاملة الفقرة دي كان ممكن تبقى خبر خبر عادي جدا نعدي عليه ونطلع نقول كلمتين ونروح لكن لما قرينا الخبر بدأنا نتقصى الحقائق اللي ورا لأننا نشتغل بالطريقة اللي متعودنها معانا من اول يوم فوصلنا المجموعة من الاخبار المثيرة شوية فقلنا لأ لازم نشارك حضراتكو بهذا البازل في قضية مش عايزة سميها قضية فساد انا مش جهة تحقيق انا مش نيابة عامة ولكن هي معلومات انا هعرضها لحضراتكو مجردة وانتو في الاخر تحكموا تقولوا هل احنا امام قضية فساد حقيقية هل احنا امام قضية تستدعي ان يكون هناك مسئول يظهر فيتحمل المسئولية فيتم محاسبة ولا لا الحلقة دي كلها بتدور حول فكرة من المسئول انا بحاول اعرض لك بعض المعلومات المجردة وحضرتك في الاخر لك القرار هل دي قضية فساد هل احنا فعلا قدام تربح وكسب غير مشروع هل احنا امام قضية توريث هل 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 مجموعة كتيرة جدا من الاسئلة تعالوا نشوف ايه الموضوع الوزير كامل الوزير او الفريق كامل الوزير شاهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مكتب استشاري بين وزارة النقل وتحالف شركة ايجاس الفرنسية وشركة الاستشارية الدولية سيسترا وشركة شاكر الهندسية نركز مع بعض شوية في شاكر ده لانه شاكر ده هو بطل الفقرة دي معانا طيب اللي وقعه المذكرة مين المهندسة مونة قضب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل المهندس فيصل شعبان نائب اول رئيس شركة سيسترا الفرنسية مدير التنفيذي لمصر وشمال افريقيا المهندس محمد بن مسعود الرئيس التنفيذي لشركة ايجاس مصر والدكتور اسماعيل شاكر المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية شاكر احنا عندنا اتفاقية ما بين وزارة النقل وشركة خدمات استشارية جاية منين الاتفاقية دي في اطار توجهات فخمته السيد المشير القائد عرفتاح السيسي بضرورة الارتقاء بالمكون البشري وانحنا ندي مساحة اكبر للشركات الاستشارية انها تفدنا وتعمل معنا الشغل ده كله جميل اوي احنا سمعنا اسمين هنا شركة شاكر وسمعنا اسم المهندس اسماعيل شاكر صح؟ تعال نشوف اسماعيل شاكر ده قابل السيسي كم مرة وقابله فين وفي اي اطار لانه مهم اوي في تمانية مارس 23 السيسي يتابع الاعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية الراجل كم بيحضر اجتماعه في الموانئ البحرية نشوف كده الاسماء اللي اجتمع معه السيسي الفريق اشرف عطوى قائد قوات البحرية اللي هو امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية التقتل عمراني اللي هو احمد عزازي رئيس الاهية الهندسية قوات مسلحة اللي هو بحري اركان حرب محمد فكري مساعد قائد قوات البحرية للشؤون الهندسية العميد بحري عادل بحيري رئيس شعب الهندسية قوات البحرية والدكتور حسن ابو سعد استشاري لعمال البحرية والدكتور اسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشاري يبقى هنا السيسي بيفتتح موانئ وبيشوف أعمال جارية في الموانئ فاسماعيل شاكر موجود بصفته الراجل بتاع شاكر الاستشاري حلو جد نكمل ونشوف السيسي قابله إمتى كمان كان بيفتتح السيسي إيه وقابل نفس الراجل السيسي يتابع الأعمال لا الخبر اللي بعده لو سمحته نشوف بقى في أبو قير الصناعية كمان كان الأخ شاكر موجود في 15 نوفمبر 22 في أعضو قير أو المدينة مصرية في جزيرة الصناعية السيسي يتابع تطوير الإسكندرية اجتمع السيسي مع أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري اللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل ما يشيله اللواء أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة اللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد قوات البحرية للشؤون الهندسية والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية يعني الراجل موجود مع كل هذه القيادات العسكرية في اجتماعات مباشرة مع عبدالفتاح السيسي أنا مش هقول لك حاجة أنا زي ما قلت لك أنا استعرض لك مجموعة من الأخبار في الآخر هنوصل مع بعض إحنا عايزين نقول إيه لكن عندنا راجل بيوقع شراكة شركته بتوقع شراكة مع وزارة النقل ده كان الخبر الأول الراجل اللي شركته بتوقع شراكة مع وزارة النقل موجود في كل الاجتماعات دي مع عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر طب نشوف خبر كمان السيسي كان بيتابع تطوير شواطئ الساحل مش كده الرئيس يتابع مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمجلس كندرية الساحل الشمالي 23 يونيو 2022 السنة اللي فاتت اجتمع بمين نفس الكلام الفريق أحمد خالد قائد مش عارف ايه اللواء أمير ايه مستشار رئيس الجمهورية اللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد قوات البحرية اللواء أحمد العزازي اللواء بحري أركان حرب محمد فكري الدكتور حسن أبو سعدة ومين كمان والدكتور إسماعيل المرقبي رئيس مجموعة شاكر الاستشارية ساعات بيكتبوا إسماعيل شاكر وساعات إسماعيل المرقبي والمهندس معتصم الغرابلي يبقى الراجل ده حاضر مع عبدالفتاح السيسي في مجموعة كبيرة من الاجتماعات طلعونا الصورة كده الجاية نشوف الراجل إسماعيل شاكر وهو بيحضر اجتماع بشكل مباشر مع عبدالفتاح السيسي الأخ قاعد موجود هنا هو في حضرة عبدالفتاح السيسي ومجموعة من اللواءات مين هو إسماعيل شاكر ومن أين جاءت شركة شاكر أو خلينا نطرح السؤال بطريقة تانية مين اللي أسس شركة شاكر أصلا هي بتاعت مين هل بتاعت الأستاذ إسماعيل شاكر ولا بتاعت أبو وبابا الدهاله تنزلوا عنها ولو بابا تنزلوا عنها تنزلوا عنها ليه ده سؤال مهم طلعونا جماعة كده المعلومات الجاية عن وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر الراجل اللي حضرتك شايفه هناك ده الراجل الطيب ده ده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصري الراجل ده عنه مجموعة من المعلومات المفيد ان احنا نعرفها في الفقرة دي ايه القصة بتاعت السيد محمد شاكر الراجل ده هو تاني أقدم وزير مع السيسي بعد وزير الأوقاف محمد مختار جمع تمام ماشي يتولى وزارة الكهرباء منذ عام 2014 يمكن راجل كفر محدش عارف أسس مكتبه الاستشاري منذ عام 1982 طيب ده راجل يعني له بقى طويل في القصة كان مرشحا لرئاسة الحكومة في 2015 طيب كل دي معلومات جميلة جدا بيوجرافي هايل جدا عن دكتور محمد شاكر برافو حضرتك من التكنقراط العظماء أيوة تعالوا بقى للكلم المهم هنا تشرف مجموعة الاستشارية على مرافق للدولة وترك إدارة المجموعة لابنه إسماعيل شاكر المرقبي اجتمع السيسي مع ناجل وزير الكهرباء رسميا ثلاث مرات يعني إيه؟ يعني الأخ محمد شاكر عمل شركة شاكر اللي هي بتاعته أصلا وبعدين ترك الإدارة بتاعتها لابنه اللي هو الدكتور إسماعيل شاكر اللي بيعمل اتفاية مع وزارة النقل وبيلتق السيسي في افتتاحات فابو إير وفي الموانئ وفي تطوير الساحل وأبوه مين؟ أبوه هو وزير الكهرباء اللي هو تاني أقدم وزير مع السيسي بعد محمد مختار جمع أنا قلت لك مش هقول حكم أنا مش وظيفتي إن أنا أدي حكم لكن حضرتك اللي هتحكم في الآخر على كل الكلام اللي إحنا بنقوله ده طيب هل السيسي قبل كده اتكلم على شركة محمد شاكر اللي هي إسماعيل ابنه بيعد معاه في كل الكلام ده وبيوقع بمجابها اتفاقية مع وزارة النقل الحقيقة آه عبد الفتاح السيسي كان له إشارة واضحة لشركة شاكر الاستشارية ورئيسها الدكتور محمد شاكر وقال جملة مهمة أو نسمعها من بوء السيسي نتابع وعايز أقول لكم النقطة اللي حولها دي ممكن تكون يعني ممكن دكتور شاكر لها مش منزعة الدكتور شاكر اللي مكتب وشركة كبيرة جدا اسمه مكتب شاكر وأول ما الدكتور شاكر قلنا له تعالى هتجي معنا راح سايب الشركة دي ولم يسمح لها ان هي تدخل في شغل مع القوات المسلحة مش بالقوات المسلحة مع الدولة المصرية كحكومة 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 قال لها يا دكتور شاكر قال لك لا خلينا احنا في طب اي حاجة بيعملها لنا بيعملها لنا دكتور مصطفى بيه بدون مقابل وانا بصراحة حابب الحكاية دي ايه رأيكم يعني الدكتور محمد شاكر كان هو صاحب الشركة ومدرها اه فلما جبنا لحكومة وزير كهرباء في 2014 هو تعهد للسيسي انه مش هيشارك في اي حاجة بشركته مع الجيش بعدين يظهر حد غمز للسيسي فقال له لا مع الدولة مع الحكومة الله طب امال بيوقع اتفاقية مع وزارة النقل ليه امال بيحضر معاك فبؤير ليه بيحضر معاك في السحل الشمالي ليه بيحضر معاك في تطوير الموانئ ليه طب هو ده بنسميه ايه يا جماعة يعني مين المسؤول عن الكلام ده طب الراجل اللي قال ان هو بيشارك ما بيشاركش بشركته في اي حاجة ليه علاقة بالجيش او ليها علاقة بالدولة ما تيجي نشوف مع بعض كده شركة شاكر الاستشارية دي ايه المجالات اللي بتشارك فيها حاليا وشاركت فيها قبل كده وحضرتك ليه كامل الحرية في الحكم هل ده مشاركة مع الحكومة مع الدولة مع الجيش ولا لا هل ده قضية فساد ولا لا هل ده تربح لان ابو وزير الكهرباء وبالتالي شركته هي اللي واخد كل المشروعات دي ولا لا تعالوا نشوف مع بعض كده الشركة بتاعتهم دي ماسكة ايه ايه المشروعات اللي اشتغلت فيها بص يا سيدي اول حاجة في تصميم البنى التحتية وانظمة الإضاءة والتهوية والاتصالات والحماية والسباكة في الحاجات الجاية دي المصدر الموقع الرسمي لمجموعة شاكر الاستشارية طيب نركز مع بعض كده احنا عندنا تصميم البنية التحتية ويه للمنازل ومحطات الطاقة والمرافق في العاصمة الإدارية الجديدة اعمال البنية التحتية والكهرباء والصرف في مشروع هضبة الجلالة اعمال المرافق والبنى التحتية والكهرباء والحماية في توسعة مطار شرم الشيخ اعمال المرافق والبنى التحتية والكهرباء والحماية في توسعة مطار الغرداءة في الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي المالي في العاصمة الإدارية الجديدة في مركز عمليات العاصمة الإدارية الجديدة كمان في مبنى البرلمان الجديد في البنك المركزي الجديد في بنك قناة السويسي الجديد في المتحف المصري الكبير في محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة تعالوا بقى مروحوا أفجن بالجماعة الطيبين دول الأخ إسماعيل شاكر وأبوه وزير الكهرباء محمد شاكر وسيادة المشير الركن القائد عبد الفتاح السيسي اللي احنا بنحكيه ده ألخصه قبل ما نقرأ المادة 115 في الدستور كويس احنا عندنا رئيس جمهورية عين وزير كهرباء وزير الكهرباء ده كان عنده شركة استشارات لما رئيس الجمهورية يكلمه عشان يمسكها يمسك وزير كهرباء ساب الشركة لابنه وبعدين قال لرئيس الجمهورية أنا لا أسمح ولا أقبل إن أنا أشتغل مع الجيش أو مع الدولة أو مع الحكومة بأي شكل الشركة بتاعت بعيد ليه يا سيادة الوزير لأنه بيقولوا بيقولوا يعني إن ده هيبقى تربح وهيبقى فساد بيقولوا بيقال هذا الأمر يا سيادة الوزير وفقا ليه المادة 115 في قانون العقوبات مش في الدستور طيب فقال لإنه اللي حصل أما الرجل ده اللي هو رئيس الدولة محبش يزعى للراجل ده اللي هو وزير الكهرباء واللي هو عنده شركة مسكها للراجل ده اللي هو ابنه فقال له يا عم اسماعيل ما تيجي معانا أنا عايز أهتم بالمكون البشري وأهتم بفكرة شركات الاستشارات لأنه هم بيقولوا إن أنا ما باخدش بدراسات الجدوى قال له فخمتك إحنا خدمين قال له تعالى بقى خد العاصمة الإدارية والحي الحكومي والبنك الجديد والقناة الجديدة واخد مش عارف البرلمان الجديد والبنك المركزي الجديد واخد كل الكلام ده بشركتك اللي أبوك مش ناوي يتعاون مع الجيش والدولة فيها وتعالى عمل الحاجات دي بس عشان خطر عمه السيسي فاسماعيل وافق عشان خطر عمه عب فتاح فالقصة مش قضية فساد ولا حاجة أنا آسف بقى لنا تلت ساعة مش بنكشف قضية فساد ولا حاجة لا 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 ده احنا بنتكلم على عمه عب فتاح طلب من إسماعيل شاكر ابن صاحب بابا إنه بس ييجي معاه في 35 ألف مشروع في البلد يمسك هوملو فاسماعيل اتكسف عشان ده صاحب بابا فراح اشتغل معه فدي قصة باختصار المادة 115 في قانون العقوبات بتقول ايه يا جماعة بتقول طلعونا كده المادة دي خلينا نقرها الكهرباء قطاع التاني مش مشكلة ممكن نكمل كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره دون حق على ربح أو منفع من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة دي المادة 115 من قانون العقوبات هل السيد محمد شاكر حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لابنه دون حق على ربح أو منفع من عمل من أعمال وظيفته اللي هو وزير الكهرباء فداله العاصمة الإدارية والبنك المركز الجديد والحي الحكومي وكل الحاجات اللي استعرضناها فهل وزير الكهرباء وابنه اسماعيل شاكر ومن سمح لهم بذلك عبد الفتاح السيسي يفترض أن يواجهوا أو يعاقبوا بالأشغال الشاقة المؤقتة والله أنا أنا مش بهذر ده كلام حقيقي إحنا لو في دولة قانون إحنا لو في دولة فيها فعلا محاسبة سيقدم اسماعيل شاكر وأبيه محمد شاكر وزير الكهرباء وعبد الفتاح السيسي بصفته من تعاقد معه ومن أتى به إلى المحاكمة بموجة بالمدة 115 من قانون العقوبات سيواجه هؤلاء تهمة التربح أن هم بيحاولوا يسعوا أن هم يستفيدوا من وظائفهم فده عشان بس تبقى الصورة واضحة معاكم يعني خلينا نختم الفقرة دي بمدعبات ما بين السيسي ومحمد شاكر عشان يمكن الفيديوهات دي ببين لك حجم العلاقة يعني عشان كده أنا قلت أنه هو عمه عب فتاح طلب من إسماعيل قال له أنا صاحب بابا فخلص لنا المشروعات دي للدولة فقال له يعني حبيبي يعني بس عشان خاطرك وعشان خاطر بابا نخلصها لك نشوف السيسي وهو بيتكلم مع وزير الكهرباء في أكثر من مناسبة حاجة كده بالنسبة لدوشكة أنت عدت تشكر في وزارة الدفاع مش كده طب بتشكر في وزارة الدفاع بتدق معامل في الفلوس لها دكتور شاكر وتدقش في الفلوس بقى أنا تحت عامل ساتك بس دايما أنا أقول لشوز حاجة ونشوه لحي تاني تحت عامل ساتك بقى يا حاجة شكر جدا شكرا جزيلا شكرين شكرا دكتور شاكر دكتور شاكر ديته شايفينه لطيف ده وبي ببسيط ده معزبنا أول الله كده معزبنا وزير المالية ودولة الرئيس ميتعزبين في الحساب أول الله صحيح ما هو صحيح لما يبقى ابنه داخل في كل المشروعات دي وشايل كل المشروعات دي ما لازم يعزبكو في الحساب الحساب اللي السيسي بيقوله هنا مش الحساب ما بين وزير الكهرباء وما بين مؤسسات الدولة لا ده واضح أنه حساب شركة شاكر الاستشارية وابن اسماعيل اللي مسك كل المشروعات دي قال له في الأول أنا هاخد الحاجة ببلاش ومش هقرب من الجيش والدولة وبعدين لا السيسي بيشهيله الدولة كلها فقال له لا تعالنت حاسب فالسيسي خرج على الهوى قال والله وزير الكهرباء معزبنا في الحسابات فوضح أنها حسابات الشغل اللي اسماعيل بيعمله لعمه عبد الفتاح وزي ما قلت لك أنا مش جاي هنا عشان أقول لك إنها قضية فساد من العيارة الأول ويمسك آخر لا لا خلص أنا مش جاي أقول لك كلام ده أنا جاي أقول لحضرتك إنه في مجموعة من المعلومات ألف به قراءة في هذه المعلومات فدي قضية فساد وتربح وإن رجل بيستغل منصبه كويس الناس شايفها غير ده وشايفة أنه ولأ والله ده اسماعيل بيجامل عمه عبد الفتاح عشان خطر بابا ده سيناريو موجود الناس مش شايفة لا فساد ولا عمه عبد الفتاح وشايفة أن احنا في جمهورية موز أصلا وإنه إيه المشكلة يا أسامة طب ما هو ده ما السيسي نفسه عامل برضو ده سيناريو مقبول جدا ففي النهاية الثلاث حاجات قدامك وإنت اختار اللي أنت عايز